من القدس ينظم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي أهلا بك أحمد إذن في القاهرة يتم تجري محادثات حول نقاط مفصلية ومهمة جدا فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار وهو التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فلادلفيا ممرين التسريم وأيضا في معبر رفح نتنياهو يقول بأنه لن يخرج هذه القوات هل هناك من حلول أخرى يتم تدولها إسرائيلية كثيرة هي الحلول التي يجري طرحة في وسائل الإعلام الإسرائيلية لكن دائما يترافق هذا الأمر مع سؤال حول الجدية المشكلة ليست في المبادرات ليست في المقترحات التي يجري الحديث عنها لأنه كل يومين تقريبا نسمع سواء في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو العربية أو الدولية الأمريكية مقترحات جديدة من الولايات المتحدة أو من الوسطى أو حتى من إسرائيل حول طرق السيطرة على محور فلادلفيا أو نتسريم لكن في نهاية المطاف إسرائيل تتعند ولا يجري التوصل إلى اتفاق تبدو المفاوضات الحالية وكأنها مفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وبين مصر وليس بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حركة حماس من أجل إنهاء الحرب إنما مفاوضات بين الاحتلال وبين مصر بالأساس حول محور فلادلفيا من سيسيطر على هذا المحور بالتالي من سيسيطر على معبر رفع هذا المحور محكوم باتفاقيات ثنائية بين إسرائيل وبين مصر بدأت هذه الاتفاقيات الثنائية مع اتفاقية كامب ديفيد التي أنهت الحرب بين إسرائيل وبين مصر وصولا إلى اتفاقية محور فريدرفيا التي تلت انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 دون اتفاق مع الفلسطينيين انسحاب أحادي الجارب من ضمن ما يطرح في وسائل الإعلام الإسرائيلية وهو فكرة أمريكية لنشر قوات دولية عند الحدود بين مصر وبين قطاع غزة هناك بالفعل قوات دولية منتشرة عند الحدود وبين إسرائيل وبين مصر في شبه جزيرة سناء من ضمن اتفاقية كامب ديفيد وهناك مقترح الآن بتوسيع هذه القوات توسيع صلاحياتها بحيث تشرف أو تعمل على منع أي عمليات تهريب من مصر إلى قطاع غزة مصر بحسب وسائل إعلام إسرائيلية غير متحمسة لهذا الأمر بل ترفض هذا الأمر وتصر على انسحاب إسرائيلي كامل من محور فلادلفيا في المقابل يطرح الاحتلال الإسرائيلي خطة جديدة لإعادة انتشار قواته في المحور مصر ترفض هذا الأمر ترفض نشر القوات هذا وتصر حتى الآن على انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فلادلفيا خصوصا أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على إحباط للدعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق تحت محور فلادلفيا إذ تصر مصر بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أو بحسب إقرار إسرائيلي أيضا بأن الأنفاق التي عثر عليها تحت محور فلادلفيا كان يأكلها الغراب والطراب نظرا لأنها قديمة ولأن مصر عملت على تدميرها خلال السنوات الماضية بمعنى أنه في اللحظة التي قامت فيها الحرب أو اندلعت فيها الحرب لم تكن هذه الأنفاق صالحة للاستخدام بالتالي هذه القضية لا تزال عارقة حتى الآن قضية محور فلادلفيا وسيصار إلى حلها أو هكذا على الأكل يؤمل خلال اجتماع يوم الأحد في القاهرة